يحلو للعثماني أن يصف حكومته بأنها حكومة الكفاءات لكن في الواقع كنا أحد الوصف هو الذي يصلح لهذه الحكومة العثماني وهي أنها حكومة الإكس لماذا؟ لأنه ما تختلفش هذه الحكومة العثماني مع القناوات ديل إكس حيث هذه القناوات ديل إكس دائما يكتبون في حد شريط ديل تمرير ينصح بمشاهدة هذه الأفلام بعد منتصف الليل والذي يريد أن يتبع الحكومة العثماني ويراقبها ويقيم السلوكات والسياسات العمومية خاصة القصران حتى لوحدة الليل وجوج الليل لماذا؟ حيث الحكومة العثمانية منهرجات خصوصا بعد الجائحة الكورونا القرارات الخطيرة والمهمة التي ترهانها مصير المغرب والمغاربة دائما تتخاذ معها 12 ليلة الفوق لكن لماذا حكومة في العالم التي تفاجأ وتضم الرأي العام والشعب بقرارات متخذة تكنعسو الناس في الليل والأمثلة متعددة في هذا الباب حسب الإشارة في هذا الفترة من الكورونا لبعض القرارات الكارثية التي اتخذت بابها منتصف الليل لا ننسوش الناس المغربة يعني فاقوا الصباح في اللوء من الكورونا بأن الكمامات رهها ضرورية في الشارع كيفاش؟ وشكو نخذها؟ لا رخذتها الحكومة البارح في الليل وكيفاش معلماتنا مخبراتنا موالو هذه الحكومة العثمانية وطريقة ديالها المثال الأخر وهو دين أن الناس فاقوا الصفح تقوم بأنهم ملزمون الموظفون الأجراء والمستخدمون في قطع العام الخاص بأداء ثلاثة الأيام من الأجور ديالهم لتمويل الصندوق ديال مكافحة جائحة كوفيد شكو نخذها القرار اللي أخذت الحكومة يمتخذها والبارح من كتو نعسين مع 12 الليل رقرات الحكومة اقتطاعة ثلاثة أيام من الأجور ديال الموظفين المثال الأخر وهو المثال البشع وهو ليلة الحد الثنين الناس نعسين الحكومة أخذت قرار بأنها رغضت دار العطلة الرابعية بالنسبة للتلاميذ بدون مراعاة المصالح ذات 8 مليون للتلاميذ بدون مراعاة المصالح ذات 350 ألف ديالرجال التعليم وبدون استحضار يعني الآباء والأمهات بحل أن هذه 8 مليون ديال التلاميذ وهذه 350 ألف أستاذ وهذه الآباء والأمهات ما عندهم ما يدار لأن الحكومة كتبقى سهرانا في الليل وكي يقولوا لأشغن دلهم اليوم في الموني أرى أن نأخذ اليوم العطلة مع الـ 12 الليل ونجدوا مثال خر وهو القانون تكميم الأفواه حيث الناس يصبح من النفاق ونقوا به أنه ليريزو سوسيو رغي يكون واحد القانون قد يخرج راه ضد الحرية ديال للتعبير ونجدوا مثال القانون راه البارح كان نقايف الراميد مع بن عبد القادر في الليل وصربوا واحد المشروع اللي فيه هدك 22 عشرين لمقتديات الزجرية الخاصة باستعمال ليريزو سوسيو نجدوا مثال خر وهو ديال المغاربة العالقون جميع الدول في العالم جندات طيارات ديالها جندات البطوات ديالها باش تجيب المواطنين ديال العالقين في مختلف دول المعمور والمغاربة أيضا احتاوما توسلوا خيرا فإن هذه الحكومة رغد دول عد غداء قد تدير تهيال نفس الإجراء فإذا الصباح الناس منك يفقوا المنتشرين والعالقين في مختلف دول العالم من المغاربة تيقولك بأن الحكومة لا راه مقدش تجيب المغاربة العالقين لماذا؟ راي بارح في الليل اتخذ القرار بتواحد ما في خبره هاد القرار الصادم المثال الأخر والمثال أيضا هو مفجع وهو يعني ذلك تسريب الذي تعلاقه بالتمديد الثالث لحالة الطوارئ الصحية إذ أن المغاربة عاشوا واحد لحظة ديال الطراب بأنه رات تمديد غدي قاتل ثمانية غشت اللارة العشرة يوليوز اللارة العشرة يوليوز ومن بعد استقر الرأي على أن المجلس الحكومي اخذ القرارة في عشرة غشت ومشاوا الناس نصرفوا لمهامهم والناس نعسوا في الصباح كيف يقولوا؟ كيف يلقوا بأن المغرب مقسوم على جوج كنا منطقة واحد ومنطقة جوج وش كني اخذت القرار؟ راي بارح اخذتوا الحكومة في الليل مع الوحدة أو جوج الليل وش كنا حكومة في العالم اللي كتأخذت القرارات الارتجارية والمضطاربة ففلتناشت الليل ألي هذا؟ ألم أقول بأنه يجيب أن تنعت حكومة العثماني بحكومة إكس ماشي حكومة الكفاءات واللي عنده جواب آخر أنا سخصيا أرشحه لأن يأخذ جائزة نوبل اشتركوا في القناة